اشتركوا في القناة ورعاه بتشكيل الوزارة ونقل سموه خلال الاتصال تحيات صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وتمنياتهما لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقد أعرب سموه حفظه الله عن شكره لأخيه سمو رئيس مجلس الوزارة بدولة الكويت الشقيقة على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة منوها سموه بما وصلت إليه هذه العلاقات من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة متمنيا سموه لدولة الكويت المزيدة من التقدم والازدهار